المتقدمون على وزارة الدفاع ضمن الدورة 113 يطالبون الوزارة بتوسعة مقاعد القبول لشمولهم بتلك الدورة والفاحصون من المتقدمين إلى ذات الوزارة بصفة موظف مدني والذين مضى على قبولهم وقت طويل يناشدوا لإنهاء مشكلتهم مشاكل بعضها تتسبب بها نفوس ضعيفة تعمل على تخريب ما ينجز في الواقع كسرقة الثيل من الشوارع على الرغم من مطالبات المواطنين بضرورة تحسين الواقع الخدمي ومن تلك الخدمات ما يعانيه أهالي جنوب العاصمة في الواقع الصحي فبعد تلك المناطق بعد تلك المناطق عن المركز والازدحامات الكبيرة تتطلب أن ينتظر المريض وقت طويل للوصول إلى المستشفى لذا يطالبون بتغيير هذا الواقع تحية طيبة مشاهدينا تتابعون صوت عراقية الآن على الشاشة مباشرة مجموعة من المتقدمين على وزارة الدفاع الدورة 113 كلي عسكرية من اللي ما تم قبولهم يطالبون بتوسعة المقاعد والشميل نحن طلبين متقدمون من القبول على الكلية العسكرية الأولى الدورة 113 الملحق بعدين اشتزنا كافة الفحوصات الطبية والبدنية بنجاح وأرسالها على المستشفى الحسين والمقابلة الشخصية تفوجنا بعدم ظهور أسماءنا من ضمن أسماء المقبولين فنطالب رئيس أركان جيش الفريق الأول قوات خاصة ركن عبد الأمير رشيد يار الله بنصافنا وتحويلنا الدورة 114 أسوة من الدورات السابقة نحن المتبقون من الدورة 113 الملحق الذين اشتزنا جميع الاختبارات الفحوصات الطبية والبدنية بالنجاح حيث كانت هذه الاقتبارات من أصعب الاقتبارات التي مرت على الكلية العسكرية من بعد 2003 حيث أضاف السيادة الفريق ناصر غنام اختبار السباحة وهذا الاقتبار قلل أعداد المتقدمين بذلك نطالب رئيس أركان جيش بنصافنا وحياتنا دورة 114 أسوة من الدورات السابقة تصنب بالسيد رئيس الوزراء المحترم والحد الآن ماكو أي رد ورفع بينا كتاب السيد عباس زامل الرئيس الزامن الدفاع النيابية وماكو أي رد بخصوص هذا الموضوع يعني صارنا خمس أشهر نحن الحد الآن خمس أشهر نظاهر نايمين بالشوارع وما أحد يطلع عنا ولا أحد شافنا ولا أحد قلنا شلونكم انكتننا من قبل الشغل وانكتننا من قبل غواي عالم يعني من قبل جهات من تصطيب رأسها كانت جيش وبدرت الدفاع والحد الآن ماكو هذا انا مطلبنا تحوين دورة أساس بال114 مثل ما حدث بالدوات ال110 وال110 وال111 وال112 هذا مطلبنا واضح واي طلاب أكثر من 700 نفر مطلبها واضح زيان تحوين دورة أساس لل114 ظاهرنا صارنا أربعة تشور اللي هي يم سعد مصر العلاق ويم رأس يم الجامعة وهنا يم التخطيط ما خلينا مكان ما ظاهرنا ويا مكان اللي نروح له ينقلنا لغير مكان يعني احنا نريد توجهونا على صورة صحيحة رفع بنا كتاب السيد عباس الزاملي والحد الآن ماكو أي خبر عنه أيضا الفاحصين على وزارة الدفاع يطالبون بتسريع إجراءات قبلهم وتعيينهم مقبولين لكن بعدهم ما يعرفون شن اللي صار وليش داي يصير تأخير في قضيتهم لذلك راح نتابع طلعنا احتصال مرتوح لحين حسم قضيتهم صار اتصال نبارحة مع الأخرى بمكتب رئيس الوزراء قالوا انسحبوا وباتر ان شاء الله هذه الضبابية بخصوص موضوعكم كلها تنتفق تمام وبناء على رغبتهم وورادتهم بلغناكم بالانسحاب ونقلنا لكم تعالي اليوم واليوم جينا كذلك لحد الآن هسه صار اتصال طبعا انتصالات عديدة من الصبح لحد الآن هسه صار اتصال من مكتب رئيس الوزراء مناشدتكم تحديدا وصلت لدولة الرئيس شخصيا حاليا شاكوا عناتكم وشاكوا ناشدتكم مثل ما انتم مثل ابداخل ابداخلكم اليوم الكل سواء ما اعتصليوا على او غيرهم الكل يجزن ويتبر على ان دولة رئيس الوزراء محمد الشيء على السودان منصر ما اطول وصلت المناشدة هنا اطمئنية حقيقة احنا هاي البكرة كلها ترى ما جاي توصل مناشداتنا بصورة صحيحة لكن اليوم وصلت الى رئيس الوزراء تحديدا وانطلب من يمنى بما انه احنا اصحاب امانة وانتم جزاكم الله خير نحملين هاي الامانة انطلب من يمنى بانه ننسحب اليوم حقيقتين ما اريد نقصر ودي دولة رئيس معانا ممثل الفاحصين على وزارة الدفاع حسام حسام رمزي حسام ينضم منه حتى نتحدث بهذا الملف بشكل اكثر بالتفاصيل طبعا اهلا بك اهلا ومرحبا بكم شكرا جزيلا جنابكم الكريم ولقناتكم الموقع على استضافتنا لهذا اليوم حتى نعرج عن موضوع الفاحصين الخمسمية على ملاك وزارة الدفاع خلينا نعرف التفاصيل من البداية انتذا اذا تريد التفاصيل فاحنا حاضرين اما ذا غير ايضا حاضرين التفاصيل البداية احنا كتابنا يصدر من دولة رئيس الوزراء بادراء بفحصهم واستكمال اجراءاتهم ودرجهم على موازنة احنا مواكبين انتو من 2018 صح نعم 2019 احنا من 2018 او 2019 نعم كنا معاهم بكل التفاصيل والتظاهرات فاتفضل حضرتك اذا تفضل فهنا انا من استكملنا الاجراءات تم الفحص استكمال الاجراءات باكملها بعدها موازنة اذا موازنة ما موجودة بهذا العام تتحول الى العام اللي بعده يعني كتاب صريح استكملنا اجراءاتنا باكملها بكل حذافيرها بوقع فقط التخصيص المالي التخصيص المالي اجت الموازنة اللي هي الموازنة الثلاثية فتم تضميننا بعد معانات لان المعانات اللي صارت مخاطبات ما بين وزارة الدفاع ووزارة المالية من اجل التخصيص المالي ومن اجل استكمال الاجراءات المتعلقة هنا طولت كثير واخذت اشهر وصارت اشبه بالكرة هنا نتذب هنا يقول لازم ان تجينا المالية بتخصيص مالي الدفاع المالية تخاطب الدفاع تقول بان يصرفوا لهم من نفقة الوزارة بعدين نحن الى ديوان الرقابة المالية هنا اجت الموازنة البت الاخير دولة رئيس الوزارة بهمنا قابلت معالي وزير المالية اللي عفو معالي وزير المالية اللي هو الطيف سامي فما قصرت الامانة فكان الهام شمالتها هنا بان تدرج على موازنة 2021 هاي شوكت كانت المقابلة هاي 22-12-2022 من بعدها دولة الرئيس صارت مقابلة احد الممثلين الاخوة اللي موجودين هنا مقابلت بالبصرة فسولة فياب هذا الخصوص قال لموضوعكم محسوم ان شاء الله على الموازنة اجت الموازنة تم تضميننا بالموازنة اجت اجراءاتنا بالموازنة كاملة هنا التشريع اللي اجي بعد ان اصبحت نافذة الموازنة نعم دخلنا الى حيز التنفيذ فلقينا انفسنا الى الان بعدنا ما مستكملين للاجراءات اللي هي ما بين مخاطبات ما بين وزارة الدفاع وما بين مجلس الخدمة العامة الاتحادي لان مجلس الخدمة العامة الاتحادي بعد ان فعلنا بصوتنا ومظاهراتنا وبضغطنا وباعتراف رئيس مجلس الخدمة العام الاتحادي دكتور محمود تميمي إلى لقاء تلفزيوني وأتكلم عن هذا الموضوع هنا مجلس الخدمة الاتحادي قال أنا بس يجيني الكتاب فقط أصدقه ما عندي أي شكال مع هذا الموضوع طيب كل جزيلا على هذا الموضوع نمشي وأنا على ما أعتقد هم الحلقة الأخيرة قبل تعينات أنا هذا اللي أعرفه هنا أنا شنو صار من إجاء الكتاب مالتنا بعد أن استكمل الملف من داخل وزارة الدفاع وزارة الدفاع أخبرتنا بأن اللي هو المدير عام الموازنة الاستاذ عصام أخبرنا بأن تخصيصكم المالي كامل موجود يمي أنا فقط يجيني أمر إداري أصرف لكم ما عندي أي شكال لأن صرفة من خلال الموازنة كل تأثير دائما أو كل تأخير يتحصل إلى فئة من الفئات فيما سبق اللي هو المعرق الأساسي اللي هو التخصيص المالي أنا تخصيص المالي موجود وأنت محصل على الموافقة محصل على الموافقة بقت فقط شنو شغلة استكمالات الإجراءات وتذليلها ما بين الوزارتين أو ما بين الجيتين اللي هي وزارة الدفاع ومجلس الخدمة العامة للتحالي وإحنا نعرف أنه مجلس الخدمة يستلمي بيانات جاهزة أحسنتم هنا هنا شي جاء مجلس الخدمة العامة للتحالي أخبرنا بأن الملف اللي إيجاني والبيانات اللي إيجتني مو مكتملة أنا أبحث عن عنوان وظيفي وعن تخصيص مالي لازم أن نتخاطبني به وزارة الدفاع أخبرنا وزارة الدفاع بهذا الخصوص وبهذا الموضوع وزارة الدفاع قال له بالحرف الواحد قال له إحنا ذا الزيانة ما يريد مجلس الخدمة العامة للتحالي فهذا الموضوع إحنا مشينا على تفاصيل الكاملة تفاجئنا بأن مجلس الخدمة قال ما واصلني البيانات بعد فترة من الزمن اللي هو يوم 19.09.2023 طب الشهر وكذا يوم إحنا مجلس الخدمة العامة للتحالي خاطب السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء من أجل الملفات ومن أجل الأسماء هاي هل هي صادرة من مكتب رئيس الوزراء أم لا بهذا الموضوع هسه من جانب إحنا ننطل حق بأنه من حقك أنت الجهة تريد تطبيهم أشبه ما بصحة صدور طبعا إنت هنا هذا الموضوع من جوية تانية هنا الجواب يكون واحد أما صادرة من عندي أو لا إحنا عندنا عدده تاريخ وعندنا كتاب هذه هنا الكتب هاي كلها موجودة هاي كل الكتب والدل إلى أنه شنو صادرة من رأس الوزراء هنا نتأخر الكتاب من أجل شنو أكو مجلس تحقيقي مثار وبهذا الموضوع فيتكلمون بهذا المجلس التحقيقي من أجل تذليل العقبات وترتيب الأمور صار اتصال بيننا وبين السكرتير الشخصي أخبرنا أول يوم يعني قبل هذا تقريب شهر الاتصال قال إن شاء الله سبوع سبوعين ويكمل الموضوع يا الله خير وبركة سبوع سبوعين لكن بعد فترة من الزمن أيضا أجرينا اتصال من خلال أحد النواب اللي هي الستمهدية اللامة فاتصلت به طبعا هذا الاتصال الأول من خلال معالي وزير الهجرة ستة إيفان هنا صار الترتيب واضح قال سبوع سبوعين من بعدها الستمهدية اللامة أيضا اتصلت به فخبرها بأن هو الاتصال بالاتصال بأن أيضا سبوع سبوعين من بعده اتصل بالنائب الشيخ حيدر تثير فأيضا قال لي سبوع سبوعين نحن هنا صارت أثار حفيظتنا للأمانة نبقوا شون سبوع سبوعين دائما سبوع سبوعين ما يصير هذا الموضوع لكن إلى أن تبيننا من خلال اللقاء صار خاص مع جنابه يوم السبت فأوضح بأن أنه آن الأسبوع الأسبوعين أول ما اجتني هاي التفاصيل اجتني المواضيع بأن قوائم أكو قوائم من عدها عليها إشكال وأكو بنفس الوقت مجلس تحقيق مشكل هذا الكلام من من؟ من سكرتير الشخص الرئيس الوزراء فريق عبد الكريم وجر بأن هنا الموضوع أكو مجلس تحقيق مشكل مجلس تحقيق من أجل تبيان الحقائق وتوضيح الأمور لازم أن هنا أشوفهم هنا من صار قلالة زين كحد أقصى أو كموضوع معين شوكتين حال قال بإذن الله تعالى نص الكلام بإذن الله تعالى أسبوع أسبوعين أسبوع أسبوعين لكن هالمرة نوعا ما نقول مختلف الكلام لأن سابقا كان أكفد عمل وترتيب معين هسا لا هنا كان ما يعرفه هسا يعرف الموضوع قال أسبوع أسبوعين بزايد ثلاث أسابيع للمباشرة هنا مفرق بين الكتاب إذا صدر من عندي هنا شبوع شبوعين يصدر من عندي راح يرجع إلى مجلس الخدمة العامة للإتحاد ياخذ لك هذا يوم احتمال من مجلس الخدمة العامة للإتحاد لازم يرجع إلى وزارة الدفاع زيان إحنا يسا خلينا نعرف الموضوع اللي تريدو أنتو شنو يعني شوية الوقت فات اللي نريده إحنا بالضبط يعني هذا الموضوع ما داما أنا مستكمل شغل ومستكمل للأمور ومستكمل كل إجراءاتي فما أحتاج إلا شغلة واحدة اللي هي المباشرة فيحتاج لي أن أباشر أنا أباشر وبما أنه أنت جاي تعمل بإجراءاتي واستكمال أموري وراح يوم يومين شهر شهرين تكمل الأمور الخاصة بي وأكو إشكال واحد إذا كان واحد بخصوص الترخيص الأمني إذا كان أكو إشكال معين إحنا ذللنا عقباته متعاونين بهذا الملف مع المديرية الخاصة بالترخيص الأمني طيب أستاذ حسام إحنا رح نبقى ويا ملفكم إن شاء الله أشكر حضرتك وطبعا نتمنى لكم بكل الخير إن شاء الله الله يسهل شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا فرحكم أكو دتصير حملات عمار وشغل بكثير من مناطق العاصمة وفي باقي المحافظات من تبليط شوارع وغيرها وأيضا إضافة مساحات خضراء ولكن أحيانا أكو ظواهر سلبية مشاهدها أثناء الشغل مثلا يجي مواطن يخرب شارع أو تبليط جديد أو يخرب مجاري هذا هو اجتهاد يعني شارع تلقاه استوى مبلط يجي سوى طح سوى والله ليش سيارات يجي سريع وأنا خاف على أطفالي وشلو ذنب الشارع بعض الأحيان يجي واحد يسرق والله شبيرة يعني كلش هاي القضية المقطع اللي رح نشوفه يسرق ثيل وشلو قيمة الثيل ما تروح تشتري ثيل يعني بكل مكان يبيعون ثيل شوارع مرتبة وأرصفة مرتبة ومساحات خضراء هي خصصات أصلا إلك والأولادك يعني القعداتكم الممكن العائلية ما أعرف تخرب مكان عام وطبعا هو حتى بيحرام أصلا حرام وحق بي مو بس إلك حق للجميع فأنت هذه الحالة هي صحيح معامة تصير حالات فردية بس هي أصلا غلط يعني شلون يصير يعني شو رح يسمح النفسه يخرب مكان يعني هذا ما عنده إحساس بالمسولية نهائيا إحنا رح يعني نعرض الفيديو أنا أشكرا اللي يصور هاي التفاصيل وشكرا للمواطن اللي يصور هاي الحالة حتى بلكي واحد منيشوف هاي الأمور على شاشات التلفزيون أو بمنصات التواصل الاجتماعي تكون إلى رادع بلكي يخجل بعد معيتها نشوف أدنا اتصال اتصال موجود الاتصال موجود السلام عليكم السلام عمر رحمة الله شو نسي أهلا ومرحبا إن شاء الله بخير وصحة وعافية الله يخبركم يسلمكم الله يخليز الله يسلمكم الأحكام نعم عندك مشكلة حتطرحها ايه والله سيد يعني أنا عندي مشكلة وهي تقريبا يعني نقدر نعتبرها مشكلة هواي ناس يعني فأنا بنتي طالبة صدقامة إعدادي زيان فامتحنا الدور ثاني باللغة الإنجليزية نعم إعدادية بلقيس للبنات في البلديات ايه فامتحنا الدرجة مالتها النهائية طرعي 49 طرفين يعني 49 من شوف درجة فتك وتعبانين سنة وأجواء باردة وحارة كل الظروف الصعبة نعم كل الظروف الصعبة مؤاتية وخاصة ظرف الإبناء يعني يختلف عن الولد تحتاج إلى أخاط والتابحة وتروح وتسأل فرحت للمدرسة أنا يمكن واصل للمدرسة بس خمس مرات حاولت بكل الطرق قدمت اعتراض ورشبو عين أو ثلاثة تابعين طلعون الاعتراض مطابق جيد شن الحل قالوا احنا ما عدنا بالنسبة لنا كحلول قلتهم يا با هم ما يستظرون مثلا مراحل منتهية مثلا ممكن امتوا مثلا ستلافون هي درجة قالوا لا احنا دخلت إلى سدن الأساس وبعد ما نقدر نتلاعب بالدرجات يعني مرات واحد يقول على مدرجة عيد سنة حق الطالب نقول هي شي يعني هي حتى اعتقد بالجامعات يعني اذا مدخلني ذكرتي الوزير انطفت كيرفا وانطفت درجات لمعالجة الحالات الحرجة ستسعة واربعين ما ما قيلها بس درجة وحدة عن نجاح نعم ستياعنا ستمنتصفن يعني انت آني كاب نحترك قلبي على بنتي وهذه الحالة يعني مو بس آني هذه الحالات يعني المدرسة بيها اكتر من حالة يعني واخو سبعة واربعين واخو ثمانية واربعين وكل المدارس بها درجات حاردة كل سنة ايش ينطون طبعا هيها ملاحظة والمفروض اكو آلية لانه هي المدرسة ها ما تقدر تتصرف كيفها بالمناسبة هس احنا خب احنا نقول ما تقدر تتصرف بس احنا كتربية او مثلا او كهيئة رأي نعم هي القضية هنا اي صح اي رفع اول هيئة الرأي هيئة الرأي يعني هس احنا دخلنا في شهر الدعش يعني حتى ذا كل سنة ينطوها شهر الدعش وهي ملاحظة من خلال برنامجكم الموقر انه توصل للناس اللي هي اصحاب الاختصاص والناس اللي هم بيهتمون في هالموضوع كل سنة ينطون يعالجون الدرجات الحارجة في شهر الدعش يعني شهر الدعش الناس ماختين فتصين وممتحنين وبعديين يقول تعال انت هاي الدرجة الحارجة انا عالجت هاي لك انتقل من المرحلة الفنانية للمرحلة الفنانية وهو هنا حتى نمتهية وباقية يعني اعيده رح اكمل له شي سوي حالف رحمة الوالدية يعني حتى وبالتالي السنة هي هاي اللي هو رح يرتب بيها او يرتب بيها يعني زي انه فاي تدروس عليها كومة فانا انا اشد يعني من خلال قناتكم الموقرة اللي هي تحل مشاكل العالم ويا ربي يوفقكم ويستركم انه يوصل صوتنا اكت مفجوع من هذه البتة ومقهور واحنا همينا احنا همينا نحاول ان نوصل رسالة لوزارة التربية اكفة دالية يعني خصوصا دول اللي هم تسعة واربعين يعني يعني ستة هي مؤهم لا اثمانية واربعين لا سبعة واربعين درجة وحدة الله هو اكبر يعني درجة وحدة من اصفن هسا بيان وبيان نفسي والله العظيم يعني ولو ولد همي خالف لا هو اذا ولد ابنية هو المستقبل واحد المهم ستة يعني يعني ما اعرف يعني هم لازم يقولنا حلول الابنية الحدنا المظلومة ومتقبل الداوم يعني الله شاهد فما اعرف يعني ما اعرف يعني من خلالكم هم تحاولوا ايضا اشجعوها يعني لا تخلوا تنكسر نفسيتها ستة يعني ما نقدر ما نعرض هي منتصن بحذ ذاتها ستعاني ارجع سؤال لكل المسؤولين يعني يقبلون مثلا جناتهم اولتهم يعيدون على درجة وزير التربية نفسه الوزاراء الموجودين اوجه صوتي الى رئيس الوزاراء محمد اشياء السوداني يعني كل الشرفاء الموجودين بالعراق هذا البلد المظلوم اللي شاف الويلات وشاف الاشكال والوان بحياته فهي يعني درجة واحدة ما ممكن يعني انا ما مستوعبها لحد الان فاللي ارجو منكم يا تستبرق انه تنصفونا من خلال قناتكم احنا نوجه هاي المناشدات الله يسلمكم الله يسلمكم ويفرح قلبكم ان شاء الله الله يرحمه وانا ممتن ايكم كل الكادر بالعداد دكتور الموجودين كل الاخوان اللي اللي يساعدون انه نوصل من خلال قناتكم ان شاء الله توصل مناشدتكم اخي العزيز الله يحفظكم يسلمكم شكرا جزيلا شكرا نتمنى توصل هاي المناشدة لوزارة التربية بخصوص معالجة الحالات الحرجة اللي هي الدرجات اللي بقيها مثلا على درجة وحدة ما يقدر يعيد السنة كاملة طيب نروح لفاصله شنو نروح لمنطقة الافضالية طيب يا الله من منطقة الافضالية اللي يتعاني من الواقع الصحي وسوء الخدمات الصحية المواطنين يطالبون بوضع معالجات جادة لهذا الملف فانتابع رسالة الزميل محمد قابل تحية طيبة لكم مشاهدين الأكارم المناشدة اللي وصلتنا هذا اليوم من أهالي مناطق الكمالية والرأسة والغدير والبستان واللي يعانون الواقع الصحي المتردي رح نتواجد بهذه المناطق ونلتقي بأهلها وناسا ونشوف شنو معاناتهم ومطالباتهم بخصوص المستشفيات خليكم يعانون الواقع الصحي صراحة الواقع الصحي كل شي يعني إلى أدنى مستويات عدنى خاصة بهذه المناطق النائية حتى من ناحية تلوثات من ناحية المياه من ناحية الجو وهوه هوه قاعد نعاني من ناحية النفايات الموجودة بالمنطقة عدم رفع النفايات هاي موجودة أو هاي تعرفون تسبب الثلوثات وغير الثلوثات مثل البكتيريا وغير البكتيريا صراحة حتى الماء اللي نشربه غير صحي نهائيا نهائيا يعني إلى أبعد الحدود هي الكمالية والراسة والعبيدي هي حتى الشهداء يعني كنا احنا كنا بمستوصف واحد ويعزل ببقة واحد يعني يفتح من التسعة حتى بثمانية ما يفتح يفتح من التسعة حتى الاثنى عشر اثنى عشر ونص ما يضل كمالا واحد يضل بالمستوصف لا دكاتر إلا أيها المعاناة احنا مستمرين عليها طول السعنة عدنا مستشفى هاي مال بين الوفضلية وبين الكمالية لحد الآن ما كان صار لها فوق الخمس سنوات يومية راح تكمل راح تكمل ولحد الآن ماكش يعني أبو حين نصر أبو الرشاد أبو الرأسة أبو الكمالية إذا يتخربط واحد عندهم لو يروح الشيخ زايد لو يروح للقادسية فمسافة بعيدة فوق هذا كل الازدحمات يعني يتخربط الإنسان يعني بالضيم بالضيم يعني على هذه الزعامات وعلى هذه الوضعية بعد ما شاهدنا معاناة وأراء أهالي مناطق الكمالية والرأسة والغدير بخصوص الواقع الصحي ومطالباتهم بإكمال مستشفى الفضلية العام رسالة واضحة للجهات المسؤولة بضرورة الإسراع بإنجاز كل المستشفيات المتلكة وصلنا معكم لختام جولتنا لهذا اليوم للحديث أكثر عن الواقع الخذبي بشكل عام في مناطق العاصمة وخصوصا مناطق الأطراف اللي تعاني من كثير من المشكلات ينضمنها المهندس أستاذ عايد ضياء عايد الكلابي ضياء عايد الكلابي أهلا ومرحبا بكم أستاذ أهلا ومرحبا بكم أستاذ أستاذ ضياء طبعا إحنا هذا اللقاء الثاني بحضرتك وأحنا بك مرة أخرى داما إحنا أول ما نحاول نفتح هذا الملف الخدمي نركز على الجوانب اللي هي على تماث مباشر مع حياة المواطن فالجوانب الخدمية في العاصمة بغداد وتحديدا في مناطق الأطراف كيف تقيموها بعد هذه الفترة كلها الحقيقة إحنا بلقاءنا السابق تكلمنا عن بعض الأمور اللي تتعلق بالخدمات وقضاء المحمودية خاصة حقيقة جتني مناشدات عديدة على هذا الموضوع السبب الأول أنه إحنا اليوم بقضاء المحمودية نفتقر إلى مستشفى نعم قضاء يتمثل بأكثر من مليون أو قرب المليون يفتقر إلى مستشفى طبعا موضوع الشخصي صار معي شخصيا آمي بساعات متأخرة من الليل والدي تعرض إلى وعكة صحية فنتيجة الوقت متأخر نقلنا إلى المستشفى يعانيه من نوبات قلبية وهذه الأمور المزمنة فتفاجئنا إلى أنه مستشفى المحمودية فاقدة إلى أبسط مقومات العلاجات الصحية على سبيل المثال ما عدنا جهاز تخطيط قلب جهاز تخطيط قلب جهاز تخطيط قلب اللي هو يعتبر أبسط شيء نعم صحيح ما عدنا جهاز مفرس جهاز إيكو كل اللي ليصير أن ينقلوهم إلى مستشفى اليرموك تعرفين المسافة اللي بين مستشفى اليرموك ومستشفى قضاء المحمودية مسافة بعيدة صعب يعني صعب وصول المريض ممكن أن بعض الحالات تؤدي للوفاء فنتمنى طبعا اليوم نحن جايين الناشد وزير الصحة أنه يهتم بهذا الموضوع ويكون اهتمامه اهتمام جاد لأن فعلا قضاء المحمودية تعب من هذا الموضوع فنتمنى يكون الاهتمام يعني هو هذا المستشفى الوحيد نعم وأصلا ما مجهز ما مجهز بأي شيء معرض للهدم لأن بناءه من فترة طويلة جدا ولا بأدامة ولا بممكن ترميه داما ولا يعني أكو مقولة بعض الأحيان يقولون أنه احنا نروح للمستشفى تتمرض مو تتعالج صح هاي نسمحها أحيانا يعني واصلين لهي شي مرحلة أنه تدخل إلى المستشفى نتيجة قلة الخدمات اللي بيها نتيجة عدم توفر الأجهزة فكلش حقيقة متعة بالموضوع فأنتو أصلا نعدكم تصور عن المستشفى لذلك يمكن حتى من تصير حالة عند الأهالي هناك ما يروح للمستشفى نهائيا يلجأ لحلول أخرى أو بداء الأخرى عفوا نعم للعيادات الخارجية وغيرها باستعرفين الأوقات الليلية يعني بعد 12 بليل مفروض أنك طوارئ بالمستشفى مصعوبة يعني تلتجأ مجبر إلى أن تلتجأ إلى طوارئ مستشفى المحمودية فنتمنى أنه مناشدتنا الوزير الصحة بهذا الموضوع أنه يهتم بموضوع مستشفى المحمودية لأن حقيقة مناشدات كثيرة تتجينا بهذا الموضوع نتمنى أنه الاهتمام يكون مع الدواسط زين الجوانب الخدمية الأخرى اللي هي يعني تتعلق بمثلا تبليط الشوارع بالاهتمام بالبنية التحتية بالقضاء الجوانب الخدمية حقيقة احنا موجودة عندنا يعني أكو تبليط الشوارع موجودة عندنا لكن أيضا نفتقر هو اليوم على مستوى بغداد نتكلم بصورة عامة الأمر مفرح اليوم أن نشوف بدأت بعض التقاطعات في بغداد مفرق الدورة والساحة النسور من بدأة العمار بيها تلاحظ الفرح موجود بالشارع العراقي حتى عند المواطن أقفت حالة ارتياح حقيقة هذا الموضوع جدا مفرح ونشوفه بس اللي نتمنى وأنه يكون تعرفين أنه احنا كبلد كعراق إرادنا وقت حتى نقدر نلتحق بالبلدان الأخرى يعني مقارنة ببلدان مجاورة أنه احنا لحد اليوم كثير مناطق عدنا ما عد هلامي ولا كهرباء ولا تبليط فيحتاج أكثر يحتاج العمل يكون بشفتات ثلاثية يعني احنا اليوم ممكن يكون بعض الشركات بشفتين فإحنا نحتاج إلى أن تكون هو أكو أكو إعمار بس مو بالمستوى مو بالمستوى المطلوب حتى نواكب التطور الموجود نواكب الحركة مع البلدان الأخرى نحتاج أن نكون عدد ساعات العمل أكثر نعم نعم يعني تكثيف الجهود تكثيف الجهود أكيد طيب هو أصلا أغلب هذه المناطق اللي هي مناطق حزام بغداد أو أطراف بغداد هي مناطق زراعية نعم صاح الفترة الأخيرة تأثرت بسبب قلة المياه فتحولت من مناطق زراعية لمناطق سكنية فهذا ولت ضغط أيضا على المناطق من المنطقة السكنية تحتاج إلى مي وتحتاج إلى كهرباء وتحتاج إلى صحة وتحتاج إلى مدارس نعم صاح فإحنا عدنا مشاكل كثيرة بكل هذه الجوانب اللي إحنا ذكرناها وبديناها يمكن أنا حضرتك بقضية الصحة والمستشفيات قضية الجانب التربوي قضية المدارس أيضا قضية المدارس الحقيقة احنا الناس اللي ما يعرفون اليوم يكون مدارس عدنا الدوم بثلاث شفتات يعني صباحي وظهري ومسائي هذا الدوام المزدوج أستاذي يا صار مشكلة بكل يعني فقط بمناطق أطراف العاصمة في كل مناطق حتى بمركز العاصمة نعم لكن الأصعب من هذا أنه أوكي احنا بديش الفترة قبلنا بالدوام المزدوج ماكو أي مشكلة لكن هناك مدارس عدنا اليوم دوام دوام ثلاثي يعني الطالب ممكن ثلاث ساعات أو أربعة يداوم تعرفين كمعلم أو مدرس ما يقدر يوصل للمعلومة الكاملة وقت الحصة أيضا قليل وقت الحصة يكون قليل المعلومة اللي توصل للطالب ومدى يصر أي علاج لهذا الموضوع نتمنى الاهتمام بأكثر نتيجة بناء مدارس جديدة لأن احنا أكثر المدارس اللي كانت موجودة هي مدارس كرفانية لحد الآن نحن عندنا مدارس كرفانية موجودة في قضاء المحمودية اجل قرار بعد الحادث الأخير اللي صارت في الموصل الحريق والغيرة نعم نتيجة السيفتي والأمان وهي شي فهي مؤامنة طبعا مؤامنة طبعا أكيد وهي حتى يعني ان وجدت في وقت معين لحل مشكلة وإذا بيها تصير أساسا هي صارت مشكلة يعني الناس السهية اليوم قبلت بهذا الوضع يعني اليوم المواطن من يسأل أنه أنا أوكي قابل بموضوع المدرسة الكرفانية نتيجة ماكو أي حلو البديلة يعني لو موجود البناء ومدارس مجهزة أنا ما أسأل أصلا على المدارس الكرفانية طيب مشاكل أخرى تعاني من هالمناطق حضرتك تطرحها حقيقة مناشدة هي من قضاء المحمودية حسرا واصوني بيها أنه أطرحها بموضوع ببرنامج صوت وطن مواد البناء عدنا مثل ما تكلمتي حضرتك أنت المناطق الزراعية أكثريتها اليوم التجأت إلى المدينة والمناطق الزراعية بدأت الآن تكون سكنية عدنا طبعا طبعا ضمن تخطيط البلدية وضمن تخطيط العمراني لكن للأسف دنعاني أنه موضوع دخول مواد البناء للمناطق السكنية مثل ما تعرفين الشارع العراقي نسبة كبيرة من عنده هو عام الكادة نتيجة قوتة اليومي يا دوب محصل قوتة اليومي فعن طريق القروض وغيرا يقدر يجمع فد مبلغ معين حتى يكمل موضوع بناء بيته وإذا يتفاجئ أن موضوع دخول مواد إلا ممنوع فهذا الموضوع دي يكون عن طريق الجيش وعن طريق البلدية الناس دي تناشدنا بهذا الموضوع كثير على موضوع دخول مواد البناء طيب أنا أشكركم أستاذ شكرا جزيلا لكم شكرا شكرا تحية طيبة لحضرتك من كربلاء المقدسة وتحديدا من منطقة السوادة سوادة تابع مطالب المواطنين بخصوص الواقع الخدمي هذا الشارع تحول على مقاول الدولي إنحال المقاول أول مرة المقاول فانجير كربل هنا صاد على الكري ببجهة نسعد من الموضوع تحول إلى مقاول ثاني ورسيت عليه المناقصة ونتهت المدة القانونية والمقاول لحد لا ما وصل هنا السبب شنو ما حاجة أروا زين؟ هاي مشكلة الشارع مشهة الطلاب 400 بيت هنا هنا مدرسة ماكو الطلاب يطلع مننا بطلع مننا ركبته لو يوصلوا للشارع والسيارة ما تمشي قوة هاي مدرسة طلاب للشارع العام مرد مشهة عام يقوم السيارة المن للمدرسة مركز صحي ما كنا هايين هذا معاناة كبيرة نهاء القرية قيلة شبيرة وقرية منكوبة إحنا ساكتين تقريبا من 2006 ولحد الآن ما شفنا المشروع أو أي خدمات تتفيد هذه القرية بالإضافة لذلك مثل ما تفضلوا أخواني مستوصف ما عدنا مدرسة ما عدنا التبليغ لحد النشكة معاناة التبليغ التبليغ من ناحية المطر يصير عندنا تعويق من ناحية الطلاب من ناحية المريق بالليل صعبة عنينا هواي صعبة فأريد من حضرتكم من جه المسؤولة أن تقدم هالخدماتها على هذه القرية إحنا السواد الثانية منطقة البازيل إحنا هواي عانينينا بالسنوات كلها يعني فترة الصيف يصير جوحر ويصير تراب يعني هاي مني عبر اللوري تعبر مركبة كبيرة وصغيرة يصير تراب حتى أطفالنا وكبارسين يعانون من هاي الأمراض الربو حسا أكو شوارع ما عليها 30 أو 40 بيت تبلطيت وجدتها كل الخدمات وهذه المنطقة لأنه ماكو واحد سانته ماكو واحد لازم زيان متروكو منسية بينما هي إجتنا أكثر ودعوائل هسا وبقتل إرهاب اللي ضحب آخ وأب وصديق يعني لقل هسا هاي البيت من أول بيت لآخر بيت ها ما عنده مصيبة وما خسران له عزيز فهاي ما حجزه وهذا الشارع ما يصير هذا الشارع ما يصير كل ما تيجي يجي أمر ها كل من يريد مثل ما يقول يزيح النار القرصته هذا يريدها حتى تصير باسمه في غاية بيها وجهت الثانية هم تريدها فهذا الشارع ما يصير خلاص بالنسبة للمدرسة هناك متبارع بدون أمين المتبارع وكملنا الموافقات كلها ما عادة بقت موافقة البيئة يعني كل الموافقات حصلت ما عادة بس البيئة لا إن شاء الله إذا وافقت البيئة تلبني المدات حقيقة منطقتنا تعاني من معانات كثيرة يعني وقلت أو بالسوء الخدمات أو بالعدام الخدمات بالنسبة للكهرباء يعني جدا قليلة وضعيفة بحيث هذه المنطقة من بداية السيطرة يمكن تعديتم من يمها إلى أن تقريب كين وين على محولة فقط يعني الكهرباء جدا ضعيفة بالنسبة للماء أيضا ضعيف كلش ضعيف وقليل وساعات اللي يجهزونها بالماء قليلة أضف إلى طلابنا مدارس ما عدنا وكلها خطوط وأكثر العوائل طفلين وثلاثة وخمسة وأكثر فهي طلابنا كلها خطوط يعني يتجاوز الميتين ميتين وخمسين خطوط ثلاثمية بعض الأحيان اللي عدد أطفال عائل كهواي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بحضرتك بالنسبة لواقع الخدمي في كربلاء المقدسة نبدأ من هذه المشكلة من مناطق الأطراف خصوصا مشاكل القطاع الخدمي أو الواقع الخدمي بشكل عام مساء الخير عليكم ست استبرق وعلى قناة الفرات وعلى جمهور الكربلاء الكريم مستاذ احمداني أسمعك كذا سمعت سؤال يفضل حضرتك سأنت حضرتك على الجوانب الخدمية في محافظة كربلاء نعم ومناطق الأطراف ومشاكل هذا الجانب نعم ست استبرق نعم ست استبرق است استبرق الكربلاء تعاني من فقر بالقرى والأرياف فقر بالخدمات هي القرى والأرياف اللي عندنا غنية بناسها وعشائرنا الطيبة وناسها الكريمة بس هي تفتقر تفتقر لمدة الخدمات اليوم تفتقر للمدرسة تفتقر للمركز الصحي وتفتقر للتبليد هذا الشرع اللي كان يتحدثون عليه شرع السوادة هو يسمونه شرع الموت نعم هذا أكل طلاب بعدد مدارس السوادة اليوم واقع تربوي جبرونه أن نروح لمدارس أهلية وهي الشرعنة هاي المدارس الأهلية شرعنة لتسقيط المدارس الحكومية اليوم المدارس الحكومية تفتقر لمرحاض للطالب يروح يقضي حاشته أجلكم الله خلي نبقى بالجوانب البنية التحتية وبعدين نناقش ويا حضرتك نناقش ويا حضرتك هذه الملفات بشيء من التفصيل يعني كل محور رح ناخده بشيء من التفصيل بالنسبة لقضية البنية التحتية نعم نعم نبقى بهذه النقطة نعم بنا تحتية بنا تحتية في زمن محافظين سابقين وضعوا حجر الأساس البنية التحتية في كربلا كملة البنية التحتية في كربلا عدنا كاملة بس تأكد مناطق بالأطراف بعد حد هذه اللحظة ما وصلها البنية التحتية ما وصلتها طيب يعني أكيد أكيد أكو مشاكل من قبيل مثلا تبليط من قبيل شق طرق جديدة إنشاء طرق جديدة أكيد أغلب المناطق في محافظاتنا أو في بغداد أكو هذه المشكلة مشكلة التبليط اللي داما المواطني يعاني منها هو خليه يسوي للشارع اليوم مناطقنا تفتقر لقص شارع مو تبليط يقولك بس أريد الطفل من يروح أو السيارة من تطلع من منطقتي ما تتملي شارع تراب ولا بالشتاء أنا ما قدر أطلع إي فاية المشكلة شلون تنحل يعني يكون الصورة توزيع عاد للمشاريع اليوم مشاريع مشاريعنا قاعد تقتصر على المدينة والمداخل ما قاعد توصل للقرى والأرياف اللي اللي هي تابعة نفس المحافظة على اللي اليوم الخدمات اللي قاعدت توصل توصل عندنا توصل على المرتكز الانتخابي فقط والمواطن ما يريد على المرتكز الانتخابي يعني المواطن يريد خدمة طول الوقت وعلى مدار الوقت هسه لا احنا بالانتخابات نبدو نشتغل زيان يعني الظهر اكو انه اكو مشاكل كثيرة بهذا الجانب قضية الواقع التربوي ايضا واللي هي موضوع المشاكل موضوع المشاكل بالجانب التربوي كثيرة يا استاذ احمد مثلا قضية الدوام المزدوج بدل ما كان بالسابق طبعا وكنا ما قابلين على هذا الموضوع دوام صباح ودوام مسائي وكنا نقول ما يصير احنا 12 ونص او بالوحدة شوي اثر على وقت الحصة الدراسية واذا بنا نتفاجئ ويعني تجينا مشكلة اكبر اللي هي قضية الدوام المزدوج اللي صار دوام ثلاثي يعني مدرسة تطلع بالدعش مدرسة تطلع بالثنتين مدرسة تطلع بالاربعة يعني هذا الوقت هاي وحدة من المشاكل بالجانب التربوي اللي انا شخصيا اتمنى تنحل هاي المشكلة لانه كلش ده تأثر على استيعاب اولادنا كلش ده تأثر وتسبب مشكلة ايضا يجي الطالب للبيت تقول انت فهمت يقول لا والله ملحقت بسرعة دق الجرس هاي آني شخصيا ستستبرق هاي المدارس وين قاعد تكون هاي المدارس قاعد تكون بمناطقنا اللي بيها كثافة سكانية عدنا مناطق بيها كثافة سكانية قاعد يصر بيها الدوام الامو الثلاثي قاعد يصر بيها رباعي يعني اربع اربع مدارس بمدرسة وحدة وعدنا موجود هنا في كربلة مدارس عائلة للسقوط مدارس لا بيها قرطاسية لا بيها كالكتب انا اتحدث اتحدث اربع سنوات اذا التربية موازعة كتابي الانجليزي من صف الاول تداي لصف استادس تداي كل على التدوير مطار على كتاب واحد مو بس الانجليزي هي قضية هاي شبيرة قضية المناحج اليوم المعلم اليوم المعلم عنده من 20 ل 25 ستستبرق اليوم المعلم عنده عنده اسبوعيا من 20 ل 25 حصة شنو يصير المعلم ليش ليش احنا في كربلة المعلمين ما لتنين نقلوهم كلهم قرأوا ارياف فرغوا المركز من المدارس هذا كل لشرعنة المدارس الاهلية على مدى الطالب يضطر يروح للمدرسة الاهلية ما يبقى المدارسة الحكومية ما يبقى المدارسة الحكومية ست واقع تربوي ومزري ما عندنا واقع تربوي صحيح لا المعلم عنده ضمان ويقدر يقول انا خليه اضحي بدوامي اوكي ما عنده شكال به لا عنده كتاب شكر لا عنده خطورة لا عنده تنظيم بدوامه لا معلم عنده مدارس على السقوط عالميا كل البنايات 30 سنة ل35 سنة تتفلش وتمري من جديد بس احنا مدارسنا من الستينات زيان كربلاء مدينة سياحية سياحة دينية وايضا سياحة اثارية كل صف بي 20 طالب اليوم مدارسنا الحكومية كل صف بي 50 طالب أحب استثمر وجود حضرتك وأسلك هذا السؤال لأنه حضرتك مختص بهذا الجانب كربلاء مدينة سياحية سياحة دينية وسياحة اثارية الآن شو تحتاج لتنميتها شكرا عزيزة أول شي محتاجة من مجلس النواب ومجلس الوزراء التصويت على حصة كربلاء بالزائر دولار اليوم الزائر الزائر يجي على راسي ما عندش قاله ياه يجي معزز مكرم يزور ويبات ويروح ببيوتنا بيوتنا كلها مفتوحة بس اليوم كحصة محافظة قاعد أحتي حصة محافظة اليوم الزائر دولار أنا بالسنة يدخل لي خمسين مليون زائر سنويا كلها قاعد تناخذ من من الحصة من موازنة مالتي ليش أنا حالي حال باقي المحافظات أخذ زائر دولار هذا أنمي بيه السياحة الدينية أفتح بيه فنادق أفتح بيه مدن سياحية أفتح أرجع المناطق الأثرية ومكان ما قاعد تندثر وصير بيوت بستنة خلي أفتح خلي أرجع الآثار مالتي خلي أحوط الآثار مالتي وارجع معالم معالم مالتي أرجعك زيان وإحنا نشوف أكو تطور بالمحافظة بس بصراحة نيمل بعد أكتر إن شاء الله وتكون المحافظة عامرة بأهلها وببركات الحسين عليه السلام واخيها بالفضل العباس شكركم أستاذ أحمد زبيدي والتحية طيبة لحضرتك عزيزة كربلا كربلا هي عاصمة العراق الدينية لا تخفى على كل واحد إن كربلا هي عاصمة فهذه العاصمة نتمنى إنه ينظروا لها بمنظار صحيح أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا لكم شكرا لمتابعتكم مشاهدين الكرام تحياتي وستوديو البث المباشر شكرا لقيصر ساري في هذه الحلقة وتحياتي لكم أيضا شكرا لدكتور محمد الحسن معدل برنامج السلام عليكم ورحمة الله